ومن عالم الاقتصاد المشاهدين إلى آخر أخبار دوري زين الممتاز في سياق هذا التقرير تغلب فريق نادي القادسية على نظيره الفحاحيل بهدف دون رد وذلك في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري زين الممتاز لكرة القدم وجاء هدف القادسية الوحيد عن طريق اللاعب سيدريك هيري بعد مرور نصف ساعة من بداية شوط المباراة الأول ليحقق الأصفر انتصاره الثاني على التوالي ويصبح الفريق الوحيد الذي يمتلك العلامة الكاملة بعد أن كان قد تغلب في الجولة الماضية على نظيره الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ورافعا رصيده أيضا إلى ست نقاط في صدارة الترتيب فيما تلقى لفحاحيل هزيمته الثانية على التوالي وبقي دون رصيد من النقاط وفي لقاء آخر أنقذ الجزائري عماد الدين فريقه كاظما من الهزيمة أمام الجهراء بعد أن أحرز هدف التعادل في الوقت البدل الضائع من شوط المباراة الثاني في حين كان الجهراء قد تقدم في شوط المباراة الأول بواسطة محترفه أساكا في الدقيقة الحادية عشر بهذا التعادل رفع الجهراء رصيده إلى أربعة نقاط بعد أن كان قد تغلب على الكويت حامل اللقب في الجولة الماضية وبهدف نظيف في حين أن كاظما وصيف الدوري في الموسم الماضي كان قد تغلب على الفحاحيل بثلاثية ليرفع هو الآخر رصيده إلى أربعة نقاط شكرا